رئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع ترأس خلاله القمة الإفريقية في أديسة بابا وأتابع العديد من القضايا المحلية والإقليمية بداية الأسبوع تفقد الرئيس السيسي عمل تطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة مشيدا بصير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة وخلال الجولة وجه الرئيس بتوفير أحد المحال لإحدى البائعات الجائلات وعلاجها على نفقة الدولة عقب ذلك غادر الرئيس السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترأس قمة الاتحاد الإفريقي وفي اليوم الأول من زيارته ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل مشددا فيها على أن تهديد نقل المقاتلين لن يقتصر أثره على الأراضي الليبية بل سيمتد إلى خارج حدودها ليطال أمن دول الجوار وفي كلمته بافتتاح قمة منتدى الأهلية الإفريقية لمراجعة نظراء نوها الرئيس السيسي بالحرص على الالتزام بتنفيذ ما تضمنته الأجندة واستقبل الرئيس السيسي نظيره الجزائري حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنصيق في عدد من الملفات الإقلمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة الليبية كما بحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي وفي اليوم الثاني سلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة جنوب إفريقيا واستعرض الرئيس السيسي في كلمته جهود مصر في تعزيز الاستقرار والتنمية بالكارة خلال رئاستها للاتحاد العام الماضي لقد شرفت مصر بمسؤولية قيادة دفت الاتحاد الإفريقي على مدى عام مضى تصرعت خلاله خدى إفريقيا بكل قوة وسبات وكان للتعاون الصادق بيننا وللإرادة القوية التي جمعتنا أبلغ الأسر في دعم رئاسة مصر للاتحاد وعرض الرئيس السيسي مقترح استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب داعيا الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيد حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلقى القمة اتصالا بما تناوله خلال الجلسة المغلقة حول عقد قمة إفريقية مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب وأكد استعداد مصر للاستضافة تلقى القمة الإفريقية الخاصة من واقع مسؤوليتها وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في إفريقيا وخلال الأسبوع افتتح الرئيس عبد الفتاح أسيسي فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020 وتفقد رئيس معرض المؤتمر الذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية كما التقى الرئيس على هامش المؤتمر عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية إضافة إلى رئيس شركة بريتش بيتروليام بي بي البريطانية حيث بحث معهم تعظيم حجم أنشطة وإسهامات شركاتهم في مصر والتقى الرئيس السيسي بوافد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي معربا عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة واتيرة التنصيق بين البلدين وفي اجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي ونائبه يوجه الرئيس السيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي واجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية حيث وجه بضرورة ضمان أعلى معايير السلامة والأمان وفق المعايير الدولية في المشروعات المستقبلية للدولة بالقطاع النووي ومواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار